القروب هذا كانوا أذكر بسينمائيات ون شاله وشيل بعدين دعايات فنون دعايات فنون صح لا بس بسينمائيات كانوا معنا أدوارهم جانبية بس كانوا شايلين لأفلام وهم لأنه صج ممثلين حقيقيين نزار القندي أحمد الشمري جزاف أكوار بشار الجزاف ما كان موجود معهم بس الحين إضافة خطيرة لهم صراحة بشار ممتاز حتى بالمسرحية بدأ للشحاتين الأخيرة فقروب شنو يعني سوى شيء سوى شوك حق المجتمع يعني احنا ما كنا مستعدين له وايض من الناس ملتقبلته احنا قعدنا مع محمد أكوي واحدة من الحلقات بالضبط قال اللي انت قلته قال احنا كنا نبي نصدم المجتمع أيوة قال اي شنو كان قال علاج في صدمة علاج في صدمة ولكن يعني اوكي ناس تختلف تتفق معهم بس شوف الكوالد اللي موجود يسوى اللي موجود اللي أنا أشوفها كله على صعيد الكتابة على صعيد الإخراج تمثيل ما شاء الله كلهم يعني ما أدري وهم ربع بس ما شاء الله كلهم يعني ما توقع سووا كاستنج يعني هم ما شاء الله ايه فنانين بالفطرة يعني تابعت أنا حلقات كلهم شفتهم فيه شغلات ندهم تبين لك شغلات احنا نستحي نقولها موجودة في مجتمعنا بس نستحي نقولها كله أدري عنها الكله أدري عنها ما أتكلم عن الشغلات اللي قد تكون مثلا يعني فوق الثمنتعش هذه يعني بناء على تغدير الناس سوما حطين تنبيه يعني plus 18 البرنامج هذا يعني مو حق الأطفال بس بالنسبة لك عفوا في خطوط حمرة يعني لازم أنه لأ هذا نيتوصل مرحلة ما المفروضين والله تبين وجهة نظري شخصية أنا أشوف أنه فيه شغلات over صارت بس خلنا أخذها على مستوى quality اللي موجود وفي بعض الحلقات لا يعني ممتازة من وجهة نظري يعني ما أشوف فيها عليها أي غبار يعني حتى كما حاثر في في بعضهم لطفوهم الأجواء فيها بس ليش إذا أنا أقول لك أحد disclaimer بداية الحلقة ترى هذه الحلقة ما المفروض يشوفها أحد مو 18 بعد أحد يشوفها تحت الـ 21 صح هذه تشيل مسؤوليتهم أمو أنا معك بس ليش لازم نلتزم بخطوط حمرة إذا أنا أحط هذا disclaimer أنا ما قاعد أقول أنا أقول لك وجهة نظري أنا كمشاهد وكمتابع عرفت بس ما أفرض عليهم هالشيء أبدا وهم قاعد يقدمون شيء بالأكس كيف هم وهم حاطين هالتحذير أحصروا جمهورهم في فئة معينة تقدر تشوف هالشيء تعذير شينو كانوا حيلة كيفي الساركازم اللي في البداية ما هي لا تذكره بلا اللي يطلعون نفس ما التومنجيري الأسد اللي يقول أنا أختي ما يزير تشوف فأنت ياي بتقول الكلمة تلقاه أصبوكك ويضقطون روحهم هذه حلقة لا شوف يعني أهم ساعات لما يسخرون من نفسهم حتى بالحلقات تبين على ثقة كبيرة عندهم وفعلا أهم يعني ناس خلاقين معاديين وهذا ترى القروب الحين قاعد أهول يسو أتوقع وجزء كبير منهم سوى وتقدير الاحتياج وسوشال نيديا ترى انت شوف المرحلة اللي وصروا لها اليوم ان فيه شغلة شدي هيئة اللي تخص مجلس التعاون اللي قاعد يسوون سلامتك سلامتك طبعا كان شيء وصار الحين شيء يعني الفيديوهات طلعوا فيها مأخرا شيء يعني أنا شنو قتلك قبل شوي قتلك أن الوعظ المباشر لقنواته له مثلا البرامج التوعوية وهذا وهم أخذو لك البرامج التوعوية انسفوها والله لا صيج أنا وأنا شوف الحلقات قاعدة انبهر يعني خلوها رواية مو رواية قصة حلوة يعني لطيفة كوميدية وبينصحونك بشكل غير مباشر بشكل كبير يعني يعني فيه أذكر حلقة الأبو الكبير اللي شنو بيلقح النخل أو نسيت والله شنو ووحدة ثانية على الأيدز ايه لأنت الأيدز أذكر هذه صوت ايه تكفى يعني شوف يعني أنا أتوقع سلامتك ويت توفقها باختيار الفريق الصحيح لأنه يقود الحملة التوعوية هذي لأنه وصلت الكل ترا ناس ما قاموا يشوفونها لأنها برنامج توعوي بيشوفون شنو فيها وصلتهم الرسالة بشكل لطيف